اشتركوا في القناة وهي الإخلاص والمشروعية والتوازن والاعتدال والاستمرارية والديمومة بقي لنا محوران أساسية من محاور الدرس رح نتكلم عن آثار تسكت النفس وهي أربعة آثار محبة الله تعالى، القناعة والطمأنينة، الرضا والسعادة وعلو الهمة آثارها يعني ما هي نتائج تسكت النفس ورح نتكلم عن وسائل تسكت النفس يعني ما هي الأشياء التي ساعدنا على تسكت النفس وهي ثلاثة أشياء أولها تقوية الصلة بالله تعالى ثانيا التفكر وثالثا استشعار رقابة الله تعالى ومحاسبة النفس هذا كله سوف نقوم بشرحه في هذه الحصة وقبل أن ننتقل إلى المحاور التي بقت معنا ننصح جميع الطلاب بالانضمام إلى مجموعة الويتس أب في الرابط الموجود في تعليقات عندكم بالأسفل وللعلم المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلم الإسلامية والتربية الأخلاقية فاحرصوا عليها ننتقل الآن إلى المحاور الرابع من محاور الدرس وهي وسائل تسكت النفس ما هي الوسائل التي إذا قمنا فيها ساعدتنا على تسكت نفس وهي ثلاثة أمور الأمر الأول هي تقوية الصلة بالله تعالى يعني ارتباط العبد بربه عز وجل وبحيث أن الإنسان يكون على علاقة مع الله عز وجل هذا ما من شأنه أنه يزكي الإنسان به نفسه الشرح لها وهو بالالتزام بالفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج فإذا قام الإنسان بالفرائض التي عليه هذه العبادات وهذه الفرائض قوت صلته بالله عز وجل ثانيا والتقرب إلى الله بالنوافل يعني بالمستحبات وبالسنن كالصلاوات المسنونة القبلية والبعدية وصيام النافلة لهو الاثن والخميس والأيام البيض ويوم عرفة وغير وذلك وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء قال الله عز وجل ركزوا بهذين الدليلين اللي معنى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية تتكلم عن الدعاء فإذا الإنسان سأل الله عز وجل قريب مني أم بعيد فالله عز وجل يقول لك أنه قريب منك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإذا قوي علاقتك بالله عز وجل عن طريق الدعاء والدعاء من الأمور النوافل اللي بتقوي علاقة الإنسان بربه عز وجل الدليل الثاني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ذكرت الآية ذكر الله عز وجل وهو من الأمور النوافل ومن الأمور المستحبة فإذا قام الإنسان بالفراد وقام بالنوافل ومنها ذكر الله عز وجل وأكثر من ذكره لله عز وجل فإنه بالحالة يكون قد قوى علاقته بالله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترفت عليه يعني لا شيء يقرب عبدي مني كالتزامه بالفرائض ثم هناك أيضا تكملة لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إذن الفرائض ثم بعد ذلك النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني بالسنة وبالمستحبات حتى أحبه إلى آخر الحديث الشريف فإذن أول وسيلة بتزكي أو يزكي الإنسان بها نفسه وبتساعد على تسكي النفس أن يلتزم أوامر الله عز وجل بالفرائض وكذلك بالنوافل ثانيا وسيلة التفكر التفكر والتأمل ماذا يعني ذلك؟ بالنظر في مظاهر عظمة الله وجلال أسمائه أن يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وبصفاته وأن يتأمل فيها وأن يعرف معنيها ومدلولاتها فإذا فعل ذلك وتأمل وتفكر هذا أدى إلى تسكية نفسه فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة زكى نفسه وعظمته سبحانه في خلق الكون والنفس ينبغي على الإنسان أن يتأمل في خلقته ربنا عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني تأمل في نفسك وانظر إلى هذا البدن وهذه الأعضاء التي خلقه الله لك وانظر كيف تعمل بكل دقة فهذا التأمل وهذا التفكر ما من شأنه أن الإنسان يزكي نفسه قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني هذه كلها التأمل في خلق السماوات والأرض كلها علامات دالة على قدرة الله عز وجل وهي كفيلة إنها تجعل صاحب اللب يعني صاحب العقل أن يزداد إيمانا بربه عز وجل فإذا الإنسان يتأمل في ملكوت الله هذا أدى إلى تسكية نفسه طيب ما هو أثر التفكر ما هي نتائج التفكر من نتائج التفكر أول حاجة بزيد من الإيمان والشيء الثاني يزيد من اليقين بالله سبحانه وتعالى يعني بزيد الإيمان وبزيد الثقة بالله سبحانه وتعالى إذن من وسائل تسكية النفس تقوية الصلاة بالله والتفكر وثالثا وهو استشعار رقابة الله تعالى ومحاسبة النفس إن الإنسان يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه وأن الله عز وجل رقيب عليه وأنه يحاسب نفسه على أدائه للفرائض وعلى التسكية بالأخلاق الفاضلة وعلى استقامته هل هو مستقيم أم لا فإذا فعل ذلك زكى أو وصل الإنسان إلى تسكية نفسه باستشعار ثواب الله تعالى وعقابه ليبقى محافرا على الطاعة مطمئنا لأدائها بلا تثاقل والابتعاد عن المعاصي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا عقاب الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني على الإنسان أن يحاسب نفسه ما قدم للدار الآخرة ماذا قدمت للدار الآخرة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إذن هذه النقاط الأربعة عبارة عن شرح للنقطة الثالثة التي هي استشعار رقابة الله ومحاسبة النفس طيب ما هو أثر يعني ما هو نتيجة استشعار رقابة الله ومحاسبة النفس لها آثار إيجابية ولها نتائج إيجابية على النفس منها الاستقامة يستقيم الإنسان لما الإنسان يجعل مخافة الله عز وجل بين عينيه يستقيم فلا يظلم ولا يعتدي ولا يضرب ولا يسرق ولا يعني يقتل نفسا يعني محرما وهكذا ثانيا الثبات على الحق والثبات على الدين قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إذن الثبات مع الفئة الصالحة المؤمنة يعين على الثبات على الحق إذ أنها هي من آثار استشعار رقابة الله وهي أيضا من آثار محاسبة النفس هذا كل ما له علاقة بوسائل تسكية النفس وهو المحور الأول في هذه الحصة والمحور الرابع في درس تسكية النفس ننتقل الآن إلى آخر محور من محاور الدرس وهو آثار تسكية النفس طيب إذا الإنسان زك نفسه ورباها ويعني يتعب في تربيتها ما أثر ذلك عليه هل له آثار طيبة عليه؟ نقول نعم له آثار طيبة عليه أول آثر هو محبة الله تعالى وحفظه له ومن مظاهر ومن صور محبة الله عز وجل للعبد وللإنسان أولا التوفيق للخير يوفقه الله عز وجل لكل فضيلة ولكل خير ثانيا الحفظ من السوء ربنا بحميك من كل مكروه ومن كل سوء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عز وجل عبدا نادى جبريل إن الله يحبه فلانا فأحببه فيحبه جبريل إلى آخر الحديث النبو الشريف هذا الحديث يدل على أثر من آثار تسكية النفس وهو محبة الله عز وجل للعبد الأثر الثاني تحقيق القناعة والطمأنينة طمأنينة الراحة الطمأنينة الراحة والقناعة الاكتفاء بما قسم الله عز وجل له من الرزق وعدم الطمأن هذه هي القناعة وهي كنز يفقده الناس اليوم مع الأسف الشديد فالتحرر من قيود الدنيا هذه النقاط عبر عن شرح للقناعة والطمأنينة فالتحرر من قيود الدنيا فلا يخشى من فوات الرزق أو انتهاء أجل بسبب وجود القناعة في داخل قلبه والشعور بلذة عند تأدية العبادة وهذه دول على تحقيق الطمأنينة علل لأنه يؤديها برغبة وشوق وهو مشتاق للوقوف بين يد الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجُعْلَتْ قُرَّةْ عَيْنِي فَالصَّلَاةِ ركز على هذا الحديث لأنه في لفظة اجديدة علينا وَجُعْلَتْ قُرَّةْ عَيْنِي فَالصَّلَاةِ يعني وجُعْلَتْ لَذَّةِ وَسَعَادَةِ في الصلاة صلى الله عليه وسلم لأنها من آثار تسكت النفس الطمأنينة وتحققت الطمأنينة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة هذا هو معنى الحديث الشريف ننتقل الآن إلى الآثار الثالث وهو الرضا والسعادة الرضا والسعادة هي من آثار تسكت النفس فيقل تعلقه بالدنيا فلا يرتكب المحرمات للوصول إليها علل ذلك في عنا ثلاث أسباب لا يرتكب المحرمات ولا يصل إليها علل ذلك لأن غاية العبد هي رضا الله عز وجل وليس ارتكاب المعاصي والسيات أو المخالفات وابتغاء ما عنده من الثواب فمن ترك شيئا لله عبضه الله عز وجل خير منه فلا يصل إلى محبته بما حرم عليه لا يمكن أن يصل الإنسان وهو مدمن على ارتكاب المعاصي والسيات إلا إذا تاب وإلا إذا زكى نفسه بعد ذلك إذن هذا هو الآثار الثالث آخر أثر معنا وهو علو الهمة يصبح الإنسان عالي الهمة ينظر إلى معالي الأمور ويتركه لأمور التافهة التي بتبعده عن الطريق أو في الطريق الموصل إلى الله عز وجل فبصير عنده همة عالية إيش بصير همه في الحياة أن يموت على الدين ويموت على الإسلام إيش همه فيه الآخرة الفردوس الأعلى فعنده هدف بحقق هذا الهدف وما بهمه الشارة الثانية التافهة اللي ممكن تصده أو إنها تشغل عن هذا أو تحقيق هذا الهدف إذن علو الهمة فيتحمل تكليف الحياة ومصائبها فالحياة عنده بصير بسيطة وحقيرة وليست لها قيمة ويتجاوز الضغوطات النفسية التي تسببها الحياة فيصبر عليها ويبادر للأعمال الصالحة التي تنفعه وتنفع مجتمعه قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ما بيناه سابقا إن الله يحب الكرم إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق يعني معالي الصفات في الإنسان ويكره سفسافها يعني الأمور التافهة والله عز جل يكره ويبغضوا الصفات السيئة ويكرهوا من الناس التعلق بالأمور التافهة بحيث أنه بصير حمل الإنسان إيش يوكل وإيش يشرب وإيش يلبس هذه من الأمور الثانوية اللي مفروض أنه ما الإنسان يشغل قلبه وعقله فيها مفروض أن يفكر في أمور أعلى من ذلك كيف يربي نفسه ويكتسب الأخلاق الحسنة والصفات الحسنة وأنه يجاهد نفسه وأنه يرتقي بمستوى شخصيته بحيث يكون إنسان ناجح وإنسان منتج في هذه الحياة حتى يلقى الله عز وجل بهذا يكون الدرس قد انتهى وقد شرحنا كل كل ما فيه من محتويات ونسأل الله عز وجل توفيقه والسداد وأنه قد وفقنا لتسهيل وتبسيط المادة لأعزائنا الطلاب ننتقل الآن على طول على الأسئلة الوزرية التي جاءت على ما شرحناه في هذه الحصة ونحل الأسئلة الوزرية مع بعض خلينا الآن مع السؤال الأول وهو اختر الإجابة الصحيحة ركز طبعا الأسئلة التي جاءت على هذا الدرس فيها دقة شوية لازم انميز بين المقومات والضوابط والوسائل والآثار فلازم يتميز بينهم إذا ما ميزتك رح تقع في الخطأ وإن شاء الله تعالى فيكم الخير وفيكم إن شاء الله تعالى الفهم السديد إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أثر من آثار تسكية الناس مر معانا قبل قليل هل هو محبة الله؟ محبة الله لا محبة الله هي من خطأ هذه من الآثار من آثار تسكية الناس القناعة والطمأنينة هذه من الآثار وليست من نعم صحيح هذه من الآثار ولكن 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 ما بتدل على إيش ما بتدل على هذا الحديث الشريف الرضو والسعادة نعم هي من الآثار ولكن ما بتدل على هذا الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق إذا بتدل على إيش بتدل على علو الهمة معالي علو لاحظ علو الهمة معالي الأخلاق فإذا الأثر الذي يدل عليه هذا الحديث الشريف اللي هو علو الهمة السؤال قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة لاحظ أنه هو سألك بإيش بمعنى الحديث الشريف وجعلت وجعلت قرة عيني الآن بيسألك يقصد بقرة العين ما هو المقصود بقرة العين هل هي جمال العين أبدا ليس هذا هو المقصود هل هو أو هل هي اللذة والسعادة نعم نقول نعم هي اللذة والسعادة قوة الإيمان غير صحيح الهدوء غير صحيح جيم من آثار تسكيت النفس المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم الآن هو الآن هنا السؤال عن المعنى الآن بيسألك أن هذا الحديث بدل على أي أثر من أثار تسكت النفس وجعلت قرة عيني في الصلاة هل هو الرضا والسعادة نقول نعم هذا بدل على لا الرضا والسعادة خطر غير صحيح الرضا والسعادة غير صحيح نعم الرضا والسعادة غير صحيح علو الهمة غير صحيح القناعة والطمأنينة نعم بدل على القناعة والطمأنينة وخاصة الطمأنينة اللي هي الراحة الراحة واللذة والسعادة أمن محبة الله وحفظه له هذا الحديث لا يدل عليها طيب السؤال دال من وسائل تسكت النفس الوردة في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذه الآية بدل على وسيلة من وسائل تسكت النفس ما هي يترى هل استشعار رقابة الله الجواب غير صحيح هذه الآية ما بدل على استشعار رقابة الله تقوية الصلاة بالله نقول نعم تقوية الصلاة بالله عن طريق الدعاء ويجيب دعوة الداعي إلى دعان فإذا الإنسان دعا ربه واتقرب عليه بالنوافل ومنها الدعاء بالحالة هاي وثق وقوى صلته بالله عز وجل الاسسمراري ودنوما خطأ الإخلاص لله تعالى غير صحيح طيب القناعة والطمأنينة تعد من آه شوف كيف كيف فعكس لك السؤال القناعة والطمأنينة تعد من ضوابط تسكية النفس الضوابط أخذناها في الدرس السابق فإذا هي غير صحيحة مقومات تسكية النفس أخذناها في الدرس السابق فهي غير صحيحة آثار تسكية النفس نقول نعم هذه القناعة والطمأنينة بتدل على على أثر من أثار تسكت النفس هل هي من الوسائل نقول نعم ليست من الوسائل الوسائل غير والأثار غير فلازم نميز ونفرق بين محتويات الدرس طيب هذا السؤال جيد وهو سؤال مقالي استنتج وسيلة تسكت النفس التي تدل عليها كل آية قرآنية مما يأتي جبل لك أربع آيات وبدك تبين كل آية على أي وسيلة من الوسائل تسكت النفس طبعا الحل واضح وإن شاء الله على سهل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أن أجيب الدعوة الداعي إلى دعان هذه الآية تدل على تقوية الصلة بالله عزجل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقولي الألباب الآية تدل على التفكر نعم لآيات ليقولي الألباب لأصحاب العقول السليمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغدم واتقوا الله بدل على استشعار رغبة الله وأبو حاسبة النفس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكرات الذكر يعني كونه من النوافل التي يتقرر بها إلى الله عز وجل فالذكر بقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى هذا هو الجواب أو هذه هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال ختاما في عندي أسئلة مخترحة حول ما تم شرحه في هذه الحصة يقول السؤال طبعا نحن نأخذ سؤال موضوعي وسؤال مقالي السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من آثار تسكية النفس من آثار تسكية النفس هل هي التوازن غير صحيح الإخلاص ليس له علاقة علو الهمة نعم علو الهمة هي من آثار تسكية النفس أما التفكر فهي من وسائل تسكية النفس وليس من آثار تسكية النفس السؤال الثاني وهو سؤال مقالي للتفكر أثار إيجابية على الفرد أذكرها من أثار الإيجابية للتفكر أول حاجة أنه يزيد من الإيمان ويزيد من اليقين بالله تعالى وبهذا نكون قد أنهينا درس تسكت النفس نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم وألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى مع الدرس السابع تابعوني أنا معكم معلم المادة الأستاذ طاه نايف ولا تنسوا الاشتراك بمجموعات الواتس أب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد من أوراق العمل وتلخيصات والاختبارات وكل شيء ما من شأنه أنه يطور الطالب ويكون فيه فائدة للطالب سوف نجعله في هذه المجموعات وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية وفي التربية الأخلاقية ألقاكم عن قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته